أكد المسؤولون عن مسابقة يوروفيجي للغنية الأوروبية عن نجاح أوكرانيا الكامل في تنظيمها وذلك في تصريحاتهم خلال استقبالهم من قبل الرئيس بيترو بورشينكو وأكد مسؤولو المسابقة أن دورة كييف 2017 كانت واحدة من البرامج التلفزيون الأكثر شعبية في ضوء العديد من التحديات والمخاطر لا سيما في مجال الأمن وعرب الرئيس بيترو بورشينكو عن أمله في أن يكون الآلاف من زوار أوكرانيا قد استمتعوا بهذا الحدث الفني الكبير كما دع الجميع لزيارة كييف خلال نهاء دور أبطال أوروبا لكرة القدم كل عام نواجه بعض التعليقات أو شكاوى محددة سواء كان ذلك من الناحية اللوجستية أو الأمنية وغيرها من الجوانب لكن يوروفيجين في كييف كان مثاليا لم يكن لدينا أي مشاكل ولا يزال تنظيم الجانب الأوكراني على أعلى مستوى في الحقيقة جرى عمل رائع وكان جميع الصحفيين والمتسابقين والمشجعين يشعرون بالضيافة وكييف كانت بيئة مريحة للجميع إنها ليست مجرد مسألة تصميم وحلول مبتكرة وكذلك قضايا الأمن للمشاركين والضيوف يسرن جدا أننا كنا قادرين على تنظيم كل شيء على أعلى مستوى وأعطينا الفرصة لضيوفنا ليشعروا بالراحة الألاف من الناس عملوا على خلق صورة إيجابية عن أوكرانيا وأعتقد أننا نجحنا في القيام بذلك